اكدت سعادة الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالى الانصاري ان المرأة البحرينية قد تجاوزت مراحل التمكين التقليدية وكسب الحقوق واصبحت شريكا رئيسيا في التنمية بمختلف ابعادها وذلك بالنظر الى ما يرصد من نتائج تراكمية منذ تطبيق خطة وطنية نوعية تتابع تقدم المرأة البحرينية جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين خلال اعمال الدورة الستانية والستين للجنة وضع المرأة التي تقام في مقر الامم المتحدة بمدينة نيويورك بحضور ممثلين رفيعية المستوى عن دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالمرأة حيث ترأست الانصاري وفد مملكة البحرين المشاركي في هذه الدورة اوضحت سعادة الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالى الانصاري ان مشاركة مملكة البحرين في اعمال لجنة وضع المرأة نظرا لما تشكله هذه الاجتماعات من فرصة قيمة للدول الاعضاء لعرض التقدم المحرز لديها على صعيد نهوض المرأة وواقع مشاركتها في الحياة العامة ولكونها منصة مثالية للمزيد من المشاورات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المطلوب لتحقيق المشاركة العادلة والمتكافئة بين المرأة والرجل واشارت الانصاري لاهمية موضوعات هذه الدورة التي تركز على التحديات والفرص في تحقيق المسواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات مضيحة في هذا الخصوص ان الخصوصية الجغرافية لمملكة البحرين تتميز بتداخل المدن الرئيسية وضواحيها التي تستفيد على حد سواء من الخدمات التعليمية والصحية المجانية ويتاح لكافة المواطنين والمقيمين سهولة الوصول للخدمات المالية والاجتماعية واستخدام وسائل النقل والمواصلات والتواصل التقني والرقمي تحرص مملكة البحرين على استمرار جهودها التنموية المتسقة مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وبشكل قائم على أسس العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص وبهذا الخصوص استطاعت مملكة البحرين أن تغلق 99% من الفجوة بين الجنسين في التعليم و96% في المجال الصحي و54% في مجال المشاركة الاقتصادية كما استطاعت البحرين أن تحقق نتائج متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال إغلاق الفجوة بين الجنسين في الأجر في الأعمال المتماثلة وفي مؤشر الدخل التقديري ومؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمدراء وأوجزت الكلمة أهم ما حققته مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة على متابعة إدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال أجندة عمل وطنية عبر استكمال منظومة التشريعات والقوانين والخدمات الداعمة لاستقرار المرأة والأسرة والتعاون مع وزارة الداخلية في استحداث مكاتب حماية الأسرة في مراكز الشرطة الرئيسية وتدشين قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات العنف الأسري والانتهاء من تفعيل نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين على المستوى الوطني واختتمت الأنصار الكلمة بالقول بالرغم من اعتزازنا بالإنجازات الوطنية إلى أننا ندرك الحاجة لمواصلة العمل على معالجة أي تحديات قد تعترض طريق التطوير ما تطلع بأن يعاد النظر في أليات ومنهجيات الوكالات الأممية المتعددة عند متابعة ورصد جهود الدول بشكل يراعي خصوصية كل إقليم وبما يمكن تلك الدول من بذل جهود ذات قيمة مضافة لتحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة وبما يعظم من حضور ومشاركة المرأة في الحياة العامة وشهدت مشاركة وفد مملكة البحرين في اجتماعات لجنة وضع المرأة بنيويورك الإعلان عن فتح باب الاشتراك رسميا في جائزة الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة والتي تستهدف مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمبادرات الفردية لتقدير الجهود المؤسسية والفردية المبذولة تجاه تفعيل سياسات تقدم المرأة لتعزز من مشاركتها في التنمية الشاملة